جميع الطيور معرضة للإصابة بالأمراض لكن درجة هذه الإصابة تختلف حسب قوة مناعة كل طائر هناك من الطيور من لديهم مناعة ضعيفة وهناك من الطيور من لديهم مناعة قوية فالطائر المتميز بمناعة ضعيفة معرض للإصابة أكثر من الطائر الذي يكتسب مناعة قوية لذلك سيكون موضوع هذه الحلقة تقوية المناعة لدى الطيور بصفة عامة والقناري بصفة خاصة وبالضبط في هذه الحلقة سأتكلم عن مادة واحدة دون غيرها لأن هناك العديد من المكونات الغذائية التي تحفز والتي تقوي مناعة الطائر ضد الأمراض لكن هذه الحلقة سأكتفي بالذكر واحدة من جميع المواد التي تقوي المناعة عند الطائر هذه المادة لا تقوي فقط مناعة الطائر بل تتكون من عدة مكونات غذائية من بروتينات وفيتامينات إلى غيرها من المواد المهمة لصحة الطائر طائر كناري خاصة وأنها مادة طبيعية لأنني أحبذ تعامل مع المواد الطبيعية بدل اللجوء إلى المواد الكيميائية أو اقتناء أدوية من الصيدلية إلا إذا دعز ضرر إذلك وفي غياب مواد طبيعية هذه المادة الطبيعية من مواد التغذية تستعمل كذلك عندما نستعمل مضادات حيوية لعلاج الطائر فاستعمال المضادات الحيوية ينتج عنها قتل البكتيريا الضرة والنافعة معا هما معا إذن المضادات الحيوية تقتل وتقضي على البكتيريا النافعة والضرة عند طيور الكناري والطائر في حاجة مسا إلى البكتيريا النافعة في جسمه لأنها هي التي تسمح له بتعزيز المناع لديه في جسده إذن من خلال هذا الكلام نستنتج أن هذه المادة الطبيعية من مواد التغذية تحتوي على نسبة مهمة من البكتيريا النافعة المهمة في صحة الكناري هذه المادة هي الحمص الحمص مهم عند طائر الكناري واجب تقديمه للكناري سواء كان مريضا أو غير مريض عندما يمرض الكناري وعندما نضطر إلى استخدام مضاد حيوي الذي يقتل بدوره البكتيريا النافعة والضرة يصبح الطائر ضعيف المناعة نظرا لقتل البكتيريا النافعة الضرورية في صحة الكناري لذلك نستعمل الحمص لإعادة البكتيريا النافعة في صحة الكناري لأجل أن نقوي المناعة لدى الطائر وإذا لم نقدم للطائر البكتيريا النافعة أثناء استخدام المضادات الحيوية التي قامت بقتل جميع البكتيريا سواء منها النافعة والضرة فالطائر يصبح معرض للمرض في أي لحظة إذن الحمص يستخدمه كوقاية وعلاج كوقاية بتعزيز وتقوية المناعة لدى الطائر في حالات عدم الإصابة وكذلك يستعمل في العلاج عند الإصابة بالمرض واستعمال مضادة حيوية لإعادة البكتيريا النافعة الضرورية في جسمه أما عن طريقة تقديم الحمص فهناك طريقتين يئما أن نقوم بغلي الماء إلى أن يصبح ساخنا وبعد ذلك نضع الحمص في ذلك الإناء ننتظر على الأقل 12 ساعة أو 24 ساعة على الأكثر ونستعمل ذلك الماء لنقدمه في المشربية أو الطريقة السهلة أن نضع أربع حبة في المشربية ونسركها ليشرب منها الطائر في حالة العلاج نقوم بهذه العملية لمدة أسبوع مع تغيير الماء كل يوم وفي حالة الوقاية نقوم بتقديمها مرة واحدة في الأسبوع أو مرة في الأسبوعين أو كما شئتم وبالشفاء لطيوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته إلى حلقة قادمة إن شاء الله